يخوض منتخبون الوطني يوم الخميسة المقبل مباراة مع منتخب عمان سلطنة عمان في استاد البصرة الدولي الساعة السابعة مساء وبعدها بخمسة أيام في اليوم العاشر من هذا الشهر أيضا سيلعب منتخبون الوطني مع المنتخب الكويتي في الكويت قصة الحدث بالصفحات العمانية نشرت تنويه بالإشارة إلى البيان الصادر من سفارة سلطنة عمان في بغداد نود إفادة جماهير منتخبنا الوطني الراغب في حضور مواجهة التصفيات الآسية والموهل إلى نهايات كأس العالم 2026 عمام منتخب العراق في الخامس من سبتمبر الجاري بينما تم إعفاء الجماهير من رسوم تأشير الدخول العراق للقادمين برا وجوا إلى محافظة البصرة ويسر الإعفاء من 2 إلى 5 سبتمبر يعني اليوم جيد بشار اليوم 1 إلى 2 اليوم 3 يعني من البارحة الحد يوم اللعبة يتم إعفاء الجماهير العمانية من البيزة رسوم البيزة بينما السفير المنهل الصافي يقول تكللت جهود السفارة وجهود معالي عبدالأمير الشمري وزير الداخلية وبعد لقاء السفير صباح هذا اليوم 2-9 مع معالي الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالنجاح في اعتماد آلية الدخول 5000 مشجع ركزوا ياي 5000 مشجع رح يدخلون للكويت ممن يحملون جوازات السفر الالكترونية فقط تنوية مشاهدين الكرام بس اللي عنده جواز سفر الالكتروني بس اللي عنده جواز سفر الالكتروني يقدر يسافر للكويت من الخمسة الاف لحد يقول ما قال للعبة يوم عشرة بس اللي عنده جواز الالكتروني أيضا لحضور مباراة التصفيات والتي ستجمع منتخبنا المنتخبين الشقيقين في ملعب استاد جابر الدولي وسيقوم اتحادي الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كان لغط في الأيام الماضية حول موضوع دخول المشجعين لذلك حصة العراق من استاد جابر هي 4000 ونص 4500 لأنه 8% لأنه حق من الملعب ولكن الاتحاد الكويتي والحكومة الكويتية مشكورة حصلت على 5000 مشجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر